إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة اللي فاتت بدأنا نقرأ مع بعض الفصل الحادي عشر من كتاب السيرة المطهرة وتكلمنا عن بعض الآيات اللي أظهرها الله تعالى لعبده الإمام المهدي والمسيح الموعود سيدنا أحمد عليه السلام وكانت تختص بالغرب زي الآيات اللي اتكلمنا عنها في الفصل العاشر وكانت تختص بالشرق علشان يبقى كل من الشرق والغرب شاهد على صدق الإمام المهدي عليه السلام لأن زي ما احنا عارفين دعوة الإمام المهدي ما هيش مقصورة على الشرق الوحده ولهي موجهة للمسلمين دون غيرهم من الناس وإنما هو مبعوث كنبي تابع لسيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم فهو مبعوث للعالم بأجمعه بشرقه وغربي ولذلك أظهر الله تعالى الآيات لتأييده وإظهر صدقه للشرق كما أظهر أيضا آيات تأييده وصدقه للغرب وفي الحلقة اللي فاتت ذكرنا مثال من الآيات اللي أظهرها الله تعالى للغرب وده كان عن اللي حصل بخصوص واحد من القسوسة المسيحيين في بريطانيا اسمه جون هيو سميس بيغوت كان ادعى أنه هو الرب يسوع وأنه نزل من السماء فبعت له سيدنا أحمد يدعوه إلى الإيمان بالمسيح الحق اللي أرسله الله تعالى خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدافعا عن دين الإسلام لكن بيغوت مهتمش بالرد على سيدنا أحمد واستمر في دعاويه الكاذبة وافتراءاته المضللة فتحداه سيدنا أحمد وقال إذا قبل بيغوت التحدي فالله تعالى حينزل عليه عقابه ويكشف كذبه وخداعه لكن بيغوت لم يقبل التحدي بل لم يتفوه بأي كلمة بعد ما وصله التحدي ده والتزم الصمت المطبق وانزوى واختفى من الحياة العامة ولم ينطق بكلمة فيما يختص بربوبيته المزعومة وبكده أفلت بيغوت من الهلاك المحقق اللي كان حيحل عليه ويخده أخذ عزيز المقتدر في حياة سيدنا أحمد عليه السلام حسب نص الإنذار اللي وجهه إليه ومع هذا حل عليه غضب الله تعالى فسبب له مهانة شديدة دمرته تماما في أواخر حياته وانفضح أمره لما تبين أنه كان بيعيش علاقة آثمة وبيرتكب الزنة فطردوه من الكنيسة أما المثال الثاني اللي قدمناه في الحلقة اللي فاتت عن إظهار الله تعالى الآيات لسيدنا أحمد عليه السلام عن الغرب فيتختص بكاهن مسيحي تاني كان بيعيش في أمريكا اسمه الدكتور أليكساندر دوي وده كان إنسان بيمله الحقد والكرائهية للإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يمكن يكون بيفكركم بالمدعو زكريا بوترس وكان بيدعو الله تعالى أن يهلك الإسلام ويقضي على جميع المسلمين بل إنه كتب في صحيفة كان بيصدرها اسمها أوراق الشفاء كتب وزعم أن إلهه يسوع أخباره بأن كل المسلمين حيتم القضاء عليهم ومش حيفضل منهم ولا فرد غير اللي يتخذ يسوع إله ويقبل دقي رسول للإله المزيف ده وكتب له سيدنا أحمد عليه السلام وقال له أن ما فيش داعي مطلقا لتنفيذ وعيده بالقضاء على ملايين المسلمين إنما فيه وسيلة تانية بسيطة وسهلة علشان يتقرر بيها ما إذا كان إله دقي أو إله المسلمين هو الإله الحق وما فيش أي داعي إن دقي يكرر مرارا وتكرارا تنبؤاته اللي بيتنبأ فيها بالقضاء على كل المسلمين وإنما عليه إن يحصر كل جهده وكل أدعيته وكل اهتمامه وكل تركيزه على سيدنا أحمد لوحده ويصلي ويدعي إن الكذاب منهم هما الاتنين يموت في حياة الآخر وقال له إن القضية بسيطة لإن دقي بيؤمن بإن المسيح إله بينما بيعتبروا سيدنا أحمد عبد من عباد الله على مقام النبوة والسؤال المهم هو من فيهم هما الاتنين على الحق إن كان إله دقي هو الإله الحق فبالطبع حيستجيب دعائه ويهلك مرزى غلام أحمد في حياة دقي وإن كان سيدنا أحمد عليه السلام أول على الحق فالله سبحانه وتعالى حيستجيب لدعائه ويهلك دوي في حياة سيدنا أحمد عليه السلام وقال له كمان إنه لازم ينشر الدعاء بتاعه في الصحيفة بتاعته ولازم يصدق عليه ألف شخص على الأقل ولما توصل نسخة من الصحيفة دي لسيدنا أحمد هيجمع شهادة ألف شخص ويدعو الله هو كمان علشان يظهر الحق وقال له إن على يقين إنهم إذا اتبعوا الطريقة دي هيتفتح الطريق قدام ميستر دوي وكل المسيحيين علشان يعرفوا الحق وكتب كمان سيدنا أحمد في رسالته لدوي وقال إذا كان ميستر دوي على حق في الدعاء وكان يسوع هو إله فعلا فممكن الحق يتقرر ويظهر بموت شخص واحد فقط ولا داعي القضاء على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض لكن إذا مردش ميستر دوي على رسالة سيدنا أحمد ومتوجهش لله تعالى بدعاءه زي ما كان بيفخر دايما وبعدين أزاحوا الله تعالى من العالم قبل وفاة سيدنا أحمد هتبقى دي آية بينة لكل أهل أمريكا على صدق سيدنا أحمد والشرط الوحيد هو إن محدش منهم يموت بفعل فاعل من البشر وإنما يتم الموت بسبب المرض أو عن طريق صعق البرق أو بعد التعبان سام أو بفتراس وحش كاسر وبعدين قال إنه حيعطي ميستر دوي فترة ثلاث شهور عشان يقرر ما إذا كان يوافق على طلب سيدنا أحمد ولا مش حيوافق ووضح سيدنا أحمد عليه السلام إنه عمره تجاوز ستة وستين سنة بينما كان دوي أصغر منه باثناشر سنة يعني عمره حوالي أربعة وخمسين سنة كمان قال سيدنا أحمد إنه كان بيعاني من مرض السكر ومن الدزنطرية ومن الصداع المزمن ومن فقر الدم لكنه عارف إن حياته لا تتوقف على حالته الصحية وإنما تتوقف على أمر الله سبحانه وتعالى فإذا كان إله ميستر دوي بيتمتع بأي قدرة فلا شك إنه حيخليه يفوز على سيدنا أحمد وإذا كان ممكن تحقيق هدف ميستر دوي بموت شخصه واحد هو موت مرزى غلام أحمد يبقى ده أحسن من موت ملايين من المسلمين لإن دي حيكون آية عظيمة يترتب عليها إن الملايين من المسلمين دول حيؤمنوا بإن يسوع هو الإله الحق وإن دوي رسوله فعلا وفي نهاية الرسالة اللي أرسلت لدوي قال سيدنا أحمد ما يلي والحق أن عيسى بن مريم عليه السلام هو مني وأنا من عند الله تعالى ألا بورك من عرفني وما أتعس ذلك الإنسان الذي حجبته عن عينيه وأثار التحدي ده اللي أعلنه المسيح المعود عليه السلام دويا هائلا في الصحافة الأمريكية وده طبعا كان بسبب المكانة الكبيرة اللي كان بيتمتع بيها الدكتور جون أليكساندر دوي في المجتمع الأمريكي وتكلمت الصحف الأمريكية عن التحدي ده حتى إن بعض الصحف والمجلات نشرت ملخص وافي لنص كلمات المسيح المعود عليه السلام وكان من بين تلك الصحف والمجلات جريدة Literary Digest في عددها الصادر بتاريخ 2 يونيا حزيران سنة 1903 وجريدة بيرلينغتون فري بريس بتاريخ 27 يونيا سنة 1903 وجريدة الكممرشل أدفيرتايزر اللي بتصدر في نيويورك بتاريخ 26 أكتوبر 2021 1903 أما جريدة الأرجونوت اللي بتصدر في سان فرانسيسكو في عددها الصادر أول ديسمبر كانون أول 1902 فنشرت ملخص للتحدي ده تحت عنوان مسابقة بين الدعاء العربي والإنجليزي وأنهت مقالها بما يلي بتقول اللي إيه الجديدة وباختصار فإن مرزا قد كتب إلى دوي يقول إنك زعيم فرقة كبيرة وأنا أيضا لي أتباع معديدون ومن السهل الوصول إلى قرار يثبت من مننا على الحق وعلى كل مننا أن يدعو الله أن يهلك الكاذب ويتوفاه أثناء حياة الصادر ومن يستجاب دعاؤه يعتبر من عند الإله الحق وبعدين علقت الجديدة فقالت إن هذا الأسلوب في واقع الأمر أسلوب معقول جدا وعادل وعلى فكرة فيه نسخة من الجديدة دي موجودة لغاية دلوقتي ولم تصدر أي إجابة عن دقي ولا استجابة لتحدي سيدنا أحمد عليه السلام ولكن أعلن في أوراق الشفاء في 14 فبراير شباب سنة 1903 قال إيه هو دعي اللي كتب يعني في الجديدة بتاعته وقال إيه إنني أدعو الرب أن يتم في القريب العاجل القضاء على الإسلام حتى يختفي من العالم استجب يا رب يا إلهي لدعاء هذا يا رب اقضي على الإسلام وفي يوم 23 أغسطس آب من نفس السنة نشر المسيح الموعود عليه السلام رسالة تانية موجهة إلى مستر دوي وقال فيها ما يلي إنني لا أدعي من تلقاء نفسي أنني أنا المسيح الموعود ولكن الله الذي خلق السماوات والأرض يشهد لي وقد أظهر ولا يزال يظهر لي مئات من الآيات لتأييدي إنني أقول بكل الحق إن فضله تعالى عليه قد زاد أضعافا مضاعفة عن ذلك الفضل الذي أطفاه على المسيح الذي ظهر من قبلي وقد تجلت سمات ودهه في سبحانه وتعالى في مرآة نفسي أكثر مما تجلت في مرآة المسيح وإذا كنت أقول هذا الكلام من عند نفسي فإني أكون من الكاذبين إنه سبحانه هو الذي يشهد لي ولا يستطيع أحد أن يصمني بالكذب إن لي ألوفا من الآيات من لدنه تعالى التي تشهد لي ولا أستطيع أعدها وإحدى هذه الآيات هي أنه إذا قبل ميستر دوي التحدي الذي وجهته إليه ووضع نفسه في مواجهتي سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني فإنه سوف يغادر هذه الحياة في ألم شديد وعذاب أليم أثناء حياتي إن دوي لم يعلن حتى الآن موقفه من التحدي الذي وجهته له ولم يذكر عنه شيئا في جريدته لذلك فإني أعطيه سبعة أشهور بدءا من هذا اليوم 23 أغسطس سنة 1903 فإذا ظهر خلال هذه الفترة في موقف معاد ونشر إعلانا في جريدته بأنه قد قبل تماما الخطة التي تقدمت بها فإن العالم سرعان ما يشاهد نهاية هذا النزال إنني أقترب من السبعين من العمر وأما دوي فهو حسب كلامه حسب كلامه الذي ذكره بنفسه أقرب إلى الخمسين ولكنني لا أبالي بهذا الفرق الكبير في العمر بيننا فإن الأمر لا يتقرر على أساس العمر إن الأمر كله بين يدي الله تعالى الذي هو رب السماوات والأرض وهو خير الحاكمين وإذا تهرب ميستر دوي من هذا النزال فإني أدعو شعوب أمريكا وأوروبا ليكونوا شهداء على أن ذلك التهرب يعد هزيمة له وفي هذه الحالة يمكن استنباط أن دعواه بأنه إلي ليست سوى دعاء زائف وخداع إنه قد يحاول الهروب من الموت بهذه الحيلة ولكن عليه أن يدرك أن هروبه وهذا من التحدي هو في حقيقة الأمر نوع من الموت وعلى هذا كن على يقين بأن الكارثة سوف تحل بكل تأكيد على مدينة صهيون في القريب العاجل وأخيرا أعلن ميستر دوي في صحيفته أوراق الشفاء في شهر ديسمبر كانون الأول سنة 1903 أعلى ما يلي قال إيه يوجد في الهند مسيح محمدي يكتب لي دوما أن يسوع المسيح مدفون في قبر بكشمير ويسألني الناس لماذا لا أرد عليه الرد المناسب فهل تظنون أن علي أن أرد على تلك الحشرات والهوام أنني إذا مددت قدمي سوف أقتلها سحقا وفي الحقيقة أنني أعطيها الفرصة لكي تطير بعيدا وتتمتع بالحياة وبالإعلان ده اللي نشره دوي اتحددت القضية بينه وبين سيدنا أحمد عليه السلام وابتدأ من لحظة دي بدأ نجم دوئي البراق في الأفول وابتدأ يعاني من انهيار مستمر في كل شؤونه وبدأت أحواله الصحية تتدهور وتنتابه الأمراض كمان بدأ أتباعه يشكه فيه ويتساءله عن حقيقة ادعاءاته وبعدين ابتدأ يواجه المشاكل والمصاعب المالية وفي سنة 1905 أصيب بشلل جعله عاجز عن الحركة وجعله شلل في نفس القدم اللي ادعى أنه إذا مدها حيسحق بيها المسيح الموعود ونصحوا الطبيب المعالج أنه يتنقل لمكان تاني يكون دافي فأخدوه للمكسيك وبعد كده راح جاميكا فترك أمور مدينة صهيون في إيد واحد من الأشخاص اللي عينهم للمهمة دي لكن الشخص ده صرعان منقلب ضده وزادت مصايبه لما هجرته زوجته وتخلى عنه أولاده واتهم بأنه كان على علاقات مشينة تنافي الأخلاق واستمر دوء يعاني من الألام والكوارس والمصائب اللي انصبت على دماغه وانهالت عليه من كل صوب لغاية ما لفظ آخر أنفاسه وهو مشلول وفي حالة مزرية في 9 مارس آزار سنة 1907 وبكده اتحققت نبوءة سيدنا أحمد المسيح الموعود عليه السلام وكتبت صحيفة دانفيل جازيت اللي صدرت في 7 يونيا حزيران سنة 1907 فقالت لقد تنبأ الرجل القدياني بأنه إذا قبل دوي التحدي فسوف يغادر هذا العالم أمام عينيه مثقلا بالهموم والآلام وإذا تجنب دوي قبول التحدي فقد قال المرزة إن النهاية ستؤجل بعض الوقت فقط ولكن الموت ينتظر على أي حال وستحل الكارثة بمدينة صهيون لقد كانت هذه هي النبوءة العظمى إن صهيون سوف تسقط وسوف يموت دوي قبل أحمد وعن لأت صحيفة هيرالد أوف باستون في عددها الصادر في 23 يونيا حزيران سنة 1907 فقالت لقد ما أتى دوي موتا مزريا بينما تتمزق مدينة صهيون بسبب المنازعات الداخلية وهكذا مات دوي شر ميتة ودفنوه في أرض مهجورة فرح في طي النسيان وكمل ممكن إن اسم دوي يزول وينتهي ذكره تماما من الدنيا دي لكن في الحالة دي حيكون من الصعب التحقق من صدق نبوءة سيدنا المسيح المهدي الإمام المهدي والمسيح المهود عليه السلام وحصل وحصل في أوائل السبعينات إن مجلس بلدية مدينة الصهيون أراد إنه يحتفل بذكرى إنشاء المدينة فراحوا يبحثوا في السجلات الأديمة عن اسم الشخص اللي أنشأها ولما عرفوا إنه دكتور أليكزندر دوي راحوا يتتبعوا السجلات علشان يعرفوا المكان اللي اتدفن فيه وأخيرا لئوا المكان الأبر بتاعه وما كانش عليه ما يدل على إن دوي مدفون هناك فبنوا شاهد على الأبر كتبوا عليه اسم دوي وحصل إن العبد لله الكاتب هذه السطور زار مدينة الصهيون سنة 73 لإني حضرت الاجتماع السنوي للجماعة الإسلامية الأحمدية اللي أنشأها المسيح المهود عليه السلام وكان الاجتماع السنوي ده معقود في مدينة ليك فورست في ولاية إلينوي وليك فورست تقع على مسافة مش بعيدة من مدينة صهيون ورحت مع بعض الأخوة الأمريكيين المسلمين نزور مدينة صهيون ونشوف المكان اللي كان مدفون فيه الدكتور جون أليكزندر دوي وشفت الشاهد المقام فوق الأبر وكان واضح إن هو أقيم حديثا وانتهى طبعا ذكر دوي من العالم ولم يبقى اسمه إلا في السجلات الأديمة وفي بعض كتب الجماعة الإسلامية الأحمدية اللي بتتكلم عن تلك الآية العظيمة اللي أظهرها الله تعالى للدلالة على صدق عبد المسيح الموعود عليه السلام تمام زي ما حفظ القرآن الكريم اسم أبو لهب عشان يكون عبرة للي يتجرأ على معارضة رسل الله وأنبيائه وانتهت كذلك الحركة اللي أنشأها الدكتور دوي واندصرت جماعته فليس لها وجود الوقت في أي مكان من العالم ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أما جماعة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام فقد انتشرت بفضل الله تعالى في جميع أنحاء العالم وانتشرت كمان في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بل وأقامت لها مركز في نفس مدينة صهيون المدينة اللي أنشأها دوي عشان تكون مركز للجماعة بتاعته فأصبحت مجرد مركز من المراكز العديدة للجماعة الإسلامية الأحمدية في الولايات المتحدة فما أعظم هذا البرهان اليقيني على صدق سيدنا أحمد عليه السلام وما أعظم ربه جل جلاله الذي أوضح لكل من له عينان إنه حقا رب السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة هو الإله الواحد الأحد الذي لم يتغذ صاحبة ولم يكن له ولد ولم يكن له كفوا أحد فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم أعداء الإسلام وحده وعلق سيدنا أحمد بسلوبه العربي الشيق على الأحداث دي وكتب عنها فكتب يقول اعلموا رحمكم الله أن من نموذج نصرته تعالى ومن شهاداته على صدق آية أظهرها الله تعالى لتأييدي بإهلاك رجل اسمه دقي وتفصيل هذه الآية الجليلة والمعجزة العظيمة أن رجلا مسمى بدقي كان في أمريكا من النصارى المتمولين والقسيسين المتكبرين وكان معه زهاء مئة ألف من المريدين وكانوا يطيعونه كالعباد والإماء على منهج اليسوعيين وكان كثير الشهرة في قومه وغير قومه حتى طبق الآفاق ذكره وسحر فوجا من النصارى سحره وكان يدعي الرسالة والنبوة مع إقرار ألوهية بن مرهم ويسب ويشتم رسولنا الأكرم وكان يدعي مقامات فائقة ومراتب عالية ويحسب نفسه من كل نفس أشرف وأعظم وكان يزيد يوما فيوما في المال والشهرة والتابعين وكان يعيش كالملوك بعدما كان كالشحازين فالناظر من المسلمين في ترقياته مع افترائه وتقوله إن كان ضعيفا ضل وحار وإن كان عريفا لم يأمن العثار وذلك أنه كان عدو الإسلام وكان يسب نبينا خير الأنام ثم مع ذلك صعد في الشهرة والتمول إلى أعلى المقام وكان يقول إني سأقتل كل من كان من المسلمين ولا أترك نفسا من الموحدين المؤمنين وكان من الذين يقولون ما لا يفعلون وعلى في الأرض كفرعون ونسي المنون وكان يجعل النهار لنهب أموال الناس والليل للكاس واكتمع إليه جحال اليسوعيين وسفهاء المسيحيين فما زالوا يتعاطون أقداح الضلالة ويصدقون من جهلهم دعوى الرسالة وكان هو عبد الدنيا لا كحر وكصدف لا در وكصدف بلا در ومع ذلك كان شيطان زمانه وقرين شيطانه ولكن الله مهله إلى وقت دعوته للمباهلة ودعوت عليه في حضرة العزة وكنت أجد فيه ريح الشيطان ورأيت أنه صريع الطاغوت وعدو عباد الرحمن نجس الأرض ونجس أنفاس أهلها من أنواع خيانة الهذيان وما رأيتك مثله عميتا ولا عفريتا في هذا الزمان العميت اللي هو الجاهل الضعيف اللي لا يهتدي إلى جهة يعني التاية كان مجنون التثليث وعدو التوحيد ومصرا على الدين الخبيث وكان ينظر مضراته كحسنة ومعاراته كأسباب راحة واكتمع الجهال عليه من الأمراء وأهل الثروة ونصاروه بمال لا يوجد إلا في خزائن الملوك وأرباب السلطنة وكان يساق إليه قناطير الدولة حتى قيل إنه ملك ويعيش كالملوك بالشأن والشوكة ولما بلغت دولته منتهاها تابع نفسه الأمارة وما زكاها وادعى الرسالة والنبوة من إغواء الشيطان وما تحامى عن الافتراء والكذب والبهتان وظن أنه أمر لا يسأل عنه ويزجي يعني يقضى لا ويزجي يعني يقضي ويزجي حياته في التناعم والرفاه ويزيد في العظمة والنباه بل سلك معه طريق الكبر والنخوة وما خاف عذاب حضرة العزة ولا شك أن المفتري يؤخذ في مآل أمره ويمنع من الصعود وتفترسه غيرة الله كالأسود ويرى يوم الهلاك والدمار الموعود في كتاب الله العزيز الودود إن الذين يفترون على الله ويتقولون لا يعيشون إلا قليلا ثم يؤخذون وتتبعهم لعنة الله في هذه وفي الآخرة ويذوقون الهوان والخز ولا يكرمون ألم يبلغ كما كان مآل المفترين في الأولين وإن الله لا يخاف عقب المتقولين ويهز لهم حسامة فيجعلهم من الممزقين ولما اقترب يوم هلاكه دعوته للمباهلة وكتبت إليه أن دعواك باطل ولست إلا كذاب المفتريا لجيفة الدنيا الدنية وليس عيسى إلا نبيا ولست إلا متقولا ومن العامة والفرق الضالة المضلة فاخشى اليوم الذي يرى كذبك وإني أدعوك للإسلام والدين الحق والتوبة إلى الله ذي الجبروت والعزة فإن توليت وأعرضت عن هذه الدعوة فتعال نباهل ونجعل لعنة الله على الذي ترك الحق وادعى الرسالة والنبوة على طريق الفرية وإن الله يفتح بيني وبينك ويهلك الكاذب في زمن حياة الصادق ليعلم الناس من صدق ومن كذب ولينقطع النزاع بعد هذه الفيصرة ووالله إني أنا المسيح الموعود الذي وعد مجيئه في آخر الزمان وأيام شيوع الضلالة وإن عيسى قد مات وإن مذهب التثليث باطل وإنك تفتري على الله في دعوة النبوة والنبوة قد انقطعت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية بيد أني سميت نبيا على لسان خير البرية وذلك أمر ظلي من بركات المتابعة وما أرى في نفسي خيرا ووجدت كل ما وجدت من هذه النفس المقدسة وما عنى الله من نبوتي إلا كثرة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من أراد فوق ذلك أو حسب نفسه شيئا أو أخرج عنقه من الربقة النبوية وإن رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق أحد أن يدعي النبوة بعد رسولنا المصطفى على الطريقة المستقلة وما بقي بعده إلا كثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا بغير متابعة خير البرية ووالله ما حصل لي هذا المقام إلا من أنوار اتباع الأشعة المصطفوية وسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة فلا تهيجها هنا غيرة الله ولا غيرة رسوله فإني أربى تحت جناح النبي تحت جناح النبي وقدمي هذه تحت الأقدام النبوية ثم ما قلت من نفسي شيئا بل اتبعت ما أوحي إلي من ربي وما أخاف بعد ذلك تهديد الخليقة وكل أحد يسأل عن عمله يوم القيامة ولا يخفى على الله خافية وحنضطر أن نكتفي بالجزء ده في الحلقة دي علشان وقت الحلقة انتهى ونكمل مع بعض في الحلقة الجاية إن شاء الله فإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر